لم تعود الطائرات الأمريكية تحلق كثيراً كما هي عادتها في الفترة الماضية حيث كانت تعبر بكثافة سماء البحر الأحمر مخترقة أجواء اليمن بهدف ضرب مواقع منصات صاروخية للحثين فمنذ يناير 2024 أي قبل شهرين ونصف ظلت القوات الأمريكية البريطانية تستهدف بكثافة وبشكل شبه يومي مواقع للحثيين معلنة إحباط هجمات صاروخية ومسيرة قبيل انطلاقها مصحوبة ببيانات دورية للقيادات المركزية الأمريكية ترصد مسار الغارات وتوثق نتائجها بالتوازي مع كشف لعدد عمليات إحباط وتدمير صواريخ الحثيين ومسيراتهم والسفنهم المسيرة بالمقابل لم تعود الصواريخ الحثية تخترق سماء البحر الأحمر بكثافة واضح من النادر سماع نبأ استهداف سفينة تجارية وحربية حيث خفت هجمات الحثيين على السفن المبحرة في خليج عدن والبحر الأحمر الهدوء شبه الحذر الساري في سماء البحر الأحمر وأجواء اليمن دفع متابعين للحديث عن مأزق يعيشه الحثيون بسبب فاعلية الضربات الجوية عليهم فالقيادة المركزية الأمريكية قالت في الأيام الماضية إن بنية الحثيين العسكرية تضررت كثيرا بالتوازي مع منع وصول إمدادات الأسلحة الإيرانية إليهم الحصار الأمريكي من الجو والبحر جعل ميليشيا الحوثي بالنسبة المراقبين تعود لاستخدام خطاب السلام والاستعداد المنفاوضات مع السعودية فيما وجدها الأمريكيون فرصة لبحث رسالة لميليشيا الحوثي مفادها أن وقف الغارات ورفع اسمهم من قائمة الإرهاب مرتبط بالتراجع عن تهديد الملاحة الدولية إلا أن محللين يرون أن سياسة واشنطن القائمة على الردع الجزي للضغط على الحوثيين قد تضعفهم لكنها لن تنهي قوتهم وهو ما يؤيده مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية الذي شكك رئيسه العليم بجدوى الطلعات الجوية وحدها لهزيمة الميليشيا مطالبا بدعم عسكري بري ليطل سؤال هل تطع الحرب أو زارها؟ الإجابة تحلق في سماء البحر الأحمر وتبحر بين أمواجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر